بمناسبة البطولة العربية واللي حصل فيها الأهرام في حوار مهم كان مع الكابتن فوزي البنزيرتي المدير الفني الكف للتراجي بيقول فيه شيخ المدربين التوانسة التراجي دولة ولا أخشى عقدة الأهل سؤال عيب يتوجهه له بالصمراء وتحدث البنزيرتي بمنتهى شفافية فأكد على أن فريقه ترك تفوقه كصانع ألعاب أو كرة تونسية فيها أندية كبيرة جدا زي التراجي والأفريقي والنجم الساحلي ما رأيك في المنافس؟ قال بالتأكيد على الفيصالي أن فريق جيد جدا بل ممتاز ليس لأنه هزم الأهل مرتين ولكن لأنه لديه عزيمة وروحا وإصرارا وطموحا وهذه عامل تساعد على الفوز خلينا في المهم توقعتك للقاء الأهل مع التراجي بقى في دور التمانية لدوري أبطال أفريقيا ضحك وقال مرة تانية التراجي دولة قل تلو والأهل هو الآخر دولة لا الأهل أمك ده الزميل اللي أجرأ الحوار في الأهرام الحامش شواضع عندي من اللي عمله لكنه حوار في توقيت مهم قال الأهل هو الآخر دولة خلاص نصبر حتى موعد اللقاء وعموما أنا لا أخشى عودة الأهل وأقول لك الأهل فريق جماعي ولديه مدرب جيد لكنه يفقد تركيزه أحيانا حينما يتعصب وأنصحه بالهدوء لكي لا يفقد اتزانه ده كلام الكابتن فوز البنزيرتي هل تتابع الأحداث الكروية المصرية والعربية والعالمية قال لك نعم أتابع مشهور محمد صلاح الاحترافي وأراه من أفضل اللاعبين العرب الذين احترفوا ويعجبني الأداء الفني له كما تعجبني أخلاقه وأتابع بعض المباريات الأوروبية للأندية والمنتخبات قال لديكم أجيال لا تنسى ولا تذكر كل الأسماء لكن أحب الخطيب وشحاتة وجعفر وأبو تريك ده كلام الكابتن فوز البنزيرتي شيخ المدربين التوانسة بشموندس واللي احتفل مع الترجي باللقب العربي يعني طبعا لازم نقوله مبروك ولازم نقوله برضو يعني يعني أنت راح تسأل واحد عقولك أيوة أنا خايف من عقدة الأهلي السؤال يعني دايما زي ما كنا بتسأل عقدة التوانسة وعقدة الأهلي وعود ما فيش حاجة اسمها عقدة صحيح